السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعونا نبدأ هذا الفيديو بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ هذا الفيديو ببعض دراجات مبتاكرة واختراعات مذهلة للدراجات منها المضحكة منها لائلة نبدأ على بركة الله دراجة كهربائية تذكرنا بالغاز بشكل لاعراضي باختصار تقريبا في بداية العقل الأول من القرن 21 كله رجل يحترم نفسه بحامة بصوت عال جود ولا صديق للبيكة ولكن رائعة للمرافقين أنا سعيد للغاية لأنهم استفادوا واستبدلوا لهذه الدراجة الكهربائية مناسبة بسرعة تصل إلى 50 كم في الساعة تتيح لك البطارية الصفر لمناسبات لمسافة تصل إلى 120 كم في الساعة بهدوء وسلم دراجة أخرى دس علامة تجارية سفاح الكهربائي إطار دراجة الهوائية والشكوى الأمامية مصنوعة من الكربون عثنين نسبين وهذا يعني أنه حتى بعد خمسين عام لن يحدث لهم شيء لأن الكربون مقاوم لها تأكل والصدى وغير منها من الخارجي تأثيرت وهي أيضا في لحد أقصى هو أخف وزنا لذلك على أساسيات الخصائص البرارية مع تياب طاقة شحن يصل إلى 80 كيلو وارد من المنفذ عادي هناك محرك سلاف حالة سوف البطارية الفاغرية بشكل غير متوقع يمكن دائما تفريغها الدواسات سرعة الخصوى التي يتطور هذا أيوان بشكل جيد على ارتفاعات 45 كيلو جرام للشحن الكامل 480 دقيقة بشكل عام وهذا هو الشيء بين سكوتر والدراجة أخف من سكوتر كهربائي من إمكانية تحويل عركة باستخدام دواسات تحكي الدهون بالإضافة إلى ذلك كارفا أنه لإمكان قوتي الآن أحرق عمري ولكن انظر إلى هذا تصميم رائع الدراجة الهوائية تبارك الله يا لها من دراجة غير عادية كان الهدف هو استخدام العجلات بدونها محاور لإنشاء إفاق الدراجة مع فوائد بالعجلات ومحرك الزام في الواقع هذا هو أول همودج للحركة العجل لا يعمل بدون محوات تصاميم مماثلة وموجودة بالفعل كانت بدايتها ولكن في الواقع لم يتم تنفيذها لاحقا ويخطط متطور لتركيز على النظر في التصميم وإنتناز القدرات على الطيب ومكانت المساحات العجلتين في الواقع الحالي لا يقل على إنتاج الضخم ولكن من الممكن وجود في الأيام قليلة مقبلة سنوات سوف تكون قادرة على رغب هذه الدراجة لكن هذا الوحش منتشر بالفعل عرض النطاق واسع إنتاج على الرغم من أنه يضع نفسه مثل دراجة كارفاعي والدراجة ولكن لا يزال يميل نحو دراجة ألف واط هديد راجل وسيء حادر على ثلاث أوضاع الركم تواعر في جميع أنحاء المدينة حولها حملات صلبة على طرق الوعيرة نجبرنا الإطارات وعرض عجلات نفسها على أن الحزمة غابات ليس غائية عائقا على الإطلاق اتصال بالهاتف ذاكي في تطبيق اليوتيوب يمكنه تتبع الحالة التاريخ سفر بطاريا باستخدام الهاتف سلسلة المفاتيح حبر شيء مثل المدام إن دار الأقصى تصار يصل إلى 50 كم بالساعة بطاريا نشيطة حتى 5 ساعات بالمناسبة لدينا أيضا وظيفة الشاحن المستقبلية باستخدام دواسات عام أن تتفعل من ماذا هو أخرى اهتماما بهذه الدراجة من أجل المتعة والصفر آلية تشبه تمرينين مختلفين تضح لكن أن رفيق غير عادي مصمم لرقوب استقائي نعم هذه هناك دراجة أيضا مناسبة لرقوب الخير وهذه الحالة من ناحية طبيعية رؤية أكثر فاعلية بكثير لتمرين عضلاتهم وضعية الجلوس العادية حسنا إذا الدراجة ليس كهربائية مثل هذه الحالة لذلك هذه الوحدة الكهربائية دراجة الثلاث عجلات هي في الواقع مركبة طالحة لجميع التضاريس لهذه الدالية تعليقا ما تجميعها بحكمة لمناطق الصحرية والجبلية بفضل المركز سنقو المنخف في قدرة الإنبعاد سيارة مستمرة ولديها أداشل سرعات التي تعتبر خطابة التي توفر أقصى قدرة من النعوم العظور الممتل بهذه الشاحنة العملاقة في عالم الدراجات الحديثة يبقى المتجولون أشبه بقوة الجاذبية إذا كنت قد ذهبت إلى صالة الأرض الرياضية من المحتمل أنك رأيت واحدة يمشي هكذا مدرب بيضاوي فائدة رئيسية من ذلك محاكاة هي أن التدريب عليها يعطي تحميل على جميع المجموعات العضلية الأولى ويتم تقوية مفخدين في الأرض دافر تعمل العضلات الساقة من أشهر عندما الحركة العكسية في العضلات الساقة ربما أكس أساس هذه المفاهيم والأخلق عن النوع أن الدراجات بيضاوي الشكل ولكن انتظار في حد ذاته يركب لكم الدراجة وهو فائدة كبيرة أنت متأكد من ذلك كما يقرأ وخير والساقير بشكل جيد وربما أبدأ بتشغيلها مختلف قليلا من رائع أن يكون لديك إلا من هذه الدراجات أحدهم وطبيعيا من آخر هكذا الدراجة الهوائية أحدية العجلة الغريدة قد يبدو لك هذا الشيء غير عادي وجديد للغاية ولكن يبدأ صاريخ لهذه الدراجة منذ حوالية وخمسين عام دعنت هناك دراجة أحدية ذات عجلة يتم تحكم فيها يدويا باستخدام محرك ومروحة حتى مع جودة المحرك في ذلك فهو ليس ذلكا على الإطلاق جيدا في عالم ركوب دراجات بأسباب واضحة ولم تكن أسباب تصميم هي الأكثر قام الإطباط بعد ذلك بالتوسيعها حديثا ثم أجهيزها بشكل أكثر بساطة ولم تكن كل هذه الأفضل كذلك أنا اعترف الشامل بعد كل شيء الآن يستمر الجميع في ركوب العجلتين على دراجة وهناك يشعر بالوحدة الشديدة فوانيس ماذا لو ذهبت إلى الدراجة في رحلة هناك كل مجتمعات التي أركضت حولها كبيرة مسافات على دراجة ولكن لم يبقى بين العشية وضحاها بعد عندما تصل إلى الفندق لن يكون لديك شيء بتأكله لا يمكن أن يكون متيرين هؤلاء الرجال حل هذه المشيلة تماما منزل متنقل يعمل بمقهورة إلى الدراجة وضرب الطريق عنده يو 60 كم إلى مسافة التي نخططون لها تغلب في اليوم على المنزل لديه غاز وموقف وسريق مائل النور مولد وتلاجة صغيرة متصلة بالبطاريات الشمسية أقصر في هذا المنزل الصغير لديه كل شيء خرافي فقط رجلا يأخذ في الاعتبار أنهم يجب أن يقودوا عربة تقيلة ضخمة صعبة بشكل خاص على الجبل قد يكون من المفيد ارفاق إثنين أو ثلاثة دراجات بشكل عام في الفكرة الجديدة إنها جيدة جدا تصميم مستقبلي أثناء نهار كمية ذلك في الايفول العظمي في عالم بالشكل العام وهذا الشيء متوسط بين الدراجة هوائية ودراجة تبع استخدام إنشاء هذه المعجزة من قبل أكثر من إطار هيدروفوني تكنولوجيات حديثة العالمينيوم مخبأة تحت الألياف والألواح البلاستيك الحراري من لولين الأبيض والأسود مما يوفر قوة لازمة ومظهر الجداب القابل للإزالة البطارية 480 واط توفير تردد عالي عدد كيلومترات 32 كيلومتر مع الخفاظ مدهس في قوة المحاركة الكهربائية 250 واط لكل نماذج لهذا العجلة المعدينية الواسعة إطار رؤية في الدلاب يتم توفير طمام الأمام والخلفي للمتعة والرفائية معجب بمخترعين اختراع أو اختراعات أجل دراجة حشبية منية الدراجة بدون وجود عوالق من أجل ماذا حسنا ربما مثل من عجل جماليتها أو لقد تضح أن طبيقة البيئة بشكل عام معنات جديدة لا يوجد ثوى أجزاء معدنية في الحلقات من الألمنيوم بدلاً من السلسلة هو أفضل فأقول ذلك ليس متأكداً إنما يمكن جميع ركوبها مثل هذه الدراجة اليوم فكرة جيدة أشجار الأولى لمقاومة لاحتزازات مثل معادن أو البلاستيك والتشويه بسرعة ويتم شهد ثاني على العجلة الخشبية ليس أفضل انتصاص الصدمات للركوب عليها طرق غير مستوية ليس هي شيئاً أكثر متعة ربما معك هذه الفكرة معرض أو مجرد براعة فاردة للنقل المجموعة فائعة ولكن لا للكل أجمل شيء دعونا نواصل موضوعنا مخصص ونرى على هذه الدراجة أكثر فقام حسناً هذا صحيح حقيقة جميلة فالعبت ذلك رفيقة سابقة وهكذا واحد هنا دراجة عميقة مغطاة بجل تماسيح وجوله درج مصنوع فيها مصغرة حيث مصولة بمصابره يدوية وممتصة للصدامات القوية على العجلات القيادة وعلى العجلات الرائعة في الطرق بعيرة وتسمح هذه الدرجة وتبدو شبيهة بلعبات معرض شيء رائع نواصل مارلي في العالم وأيضاً لماذا فكرة في المعرض العجلات ليس لها أجنحة تركب عديدة المرات تقص المونتر أو فتكون مدرات من قدمك إلى الرأس مئة في المئة إما أروح وضع أجنحة عليها أو وضعها إلى مساحة المعرض وهي جميلة ورائعة فما أروح هذا الجمال لو كنت بحاجة للسلام تفل من الحديقة تمشيت بكلب أو قومت بزيارة متجر لكل شيء على ما يرام الدرجة الشحن في هذه الهواء هي ممكن حمله ما يصل إلى سبعين كيلوغرام من المقصود الشحن لديها العديد من أحزيمة الآمان للأطفال بسبب ما هذه الخسيرات بالنسبة لي يبدو النقل أكثر ملائماً أو أكثر أماناً من الدرجة الأطفال معقدة شبيهة بالحافلة صغيرة في العالم درجة الكبيرة جداً مريحة ورائعة والعب الوحيد هو له أبعاد وقوف العماريقة حوله سيكون مركز تسويح حياذ أمر صعب وإلا رائعاً بنسبة كبيرة متر لإعجاب لماذا لو وضعته في السيارة سوف تتحول إلى دواسة إلى كبسولة رائعة لحجم الآلة تصفى للشخص والمساحة الصغيرة للاستمتاع بشكل عام فلم ومن جدير أن تفهم أنه لا يوجد دواسة فقط ولكن أيضاً المحرك تهرباء هذا رائع جداً المناسبة يمكن دائماً تبدلها إلى تحكم ميكانه وعدم والدعم صحتك حسناً نعم إذا نسيت شحنها في الليل على أي حال يمكن الركوب إلى العمل أو إلى أي مكان وتحتوي على مختبر تضار حسياتي من الطاقة يبلغ 150 والسرعة القوصة 25 كم في الساعة وليس كذلك وليس كذلك فريعة ولكن آمنة وليس السير على الأقدام يمكن القول أن هذه الدراجة صديقة للبيئة على الإطراف من الصفر في الطبيعة صيانة والاحتفاظ بصحتك خالصاً إلى هنا قد يكون انتهى الفيديو لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصليكم كل ما هو جديد واستودعكم الله الذي لا تضيعه وداعه وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله